ده مشاهدين معاد موجز لهم الأخبار معالمية الثمينة سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقوف الفوري للعنف في غزة وفي تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي إن القرار تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار معربا عن أمله أن يتم قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ساندت الحق الفلسطيني والعربية الداعي لوقف العنف في غزة وخلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة اعتبر مندوب مصر أن موافقة 120 دولة على مشروع القرار العربي والداعي لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة انتصار للإنسانية مؤكدا التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلية رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية ووجه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينا الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني وأن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بمكانة عالية لدى الدول العالم معتبرا أن تصويت 120 دولة لصالح القرار يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه وإحداث نجبة جديدة مشددا على أن على العالم أن يتعامل بجدية مع نتائج التصويت وصلت قوة الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبحري والمدفعية على جميع مناطق قطاع غزة كما طل القصف محيط مستشفية أشفاء والأندونيسي وسط القطاع حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهية وبيت حنون وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع مقاع عشرات الشهداء والجرحة ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه سلطات الاحتلال جميع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة ولم تتمكن تواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء بينما يحاول المواطنون أن أقل الشهداء والمصابين على العربات وفي مركبات خاصة من جانبها أعلنت حركة حماس فشل التواغل البري الذي شنه الاحتلال ومشيرة إلى وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود في بلدة بيت حنون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيل الضحايا عضوان قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 7.415 شهيدا وعشرين ألفا وخمسمائة وسبعة عشر جريحا وقالت الوزارة في تقريرها اليومية أن 7305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة و110 شهداء في الضفة فيما جرح في القطاع 18567 مواطنا و1950 في الضفة وذكرت الوزارة في تقريرها أن 70% من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين خرج أهل ألف من الفلسطينيين في مسيرات للتأييد والغضب في مدن الضفة الغربية المحتلة من شمالها وحتى جنوبها وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غير مسبوق وقصف من الجو والبر والبحر وطلب المشاركون في المسيرات التي انطلقت في جنين ونابلس وطول كارم شمالا ورمالا بوسط الضفة والخليل جنوبا بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وذلك واسطحالة من الغلايان والاحتقان الشديدة في مدن الضفة مناددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي عربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي سياق آخر قال البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفن ووزير الخارجيات الصينية وان جي ناقش العمل على ترتيب اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصينية شي جين بينج وذلك بعد ساعات من محادثات جمعت الوزير الصينية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين ورجح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن يكون اللقاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي للدول آسيا والمحيط الهادي وذلك في الشهر المقبل في سان فرانسيسكو مشاهدين عندها موجز الثامنة ونعود لاستكمال بقى فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل